طولة سيدات استكمالاً الخبر القلناه في البداية لمريم ومروى الهضيبي عندنا خبر جيد كمان هانا جودة بتحترف في الدوري السويدي لتنس الطولة النادي الاهلي وافق له هانا جودة نجمة منتخب مصر والنادي الاهلي أنها تنضم نادي اسلوف السويدي لحد آخر الموسم اللي احنا فيه طبعاً هانا جودة صاحبة الـ 15 عام هانا سفرت من أيام وهتبدأ تشارك مع فريقها الجديد ده وبدأ بعد طبعاً مأخذت رأيي النادي وإذنه طبعاً وزي ما أكدتنا حضراتكم النادي الاهلي ما بيقفش في مستقبل ولاده بالعكس ده هو بيقف جنبهم عشان يكتسبهم زياد من الخبرات عشان يقدروا يرفعوا اسمه مصر في كل مكان ده أكيد هيقود بالنفع زي ما قلنا لبطلتنا والنادي يعني دلوقتي احنا عندنا إيه بقى؟ عندنا عيدة رحمة محترفة في الدوري الألماني لعبة النادي الاهلي وعندنا ضفتنا النهاردة مريم الهضيبي محترفة في الدوري الإماراتي عندنا كمان هنا جودة دلوقتي احترفت في الدوري السويدي ما شاء الله لعبتنا دي غير الرجال يعني طبعاً الرجال حدس ولا حرج ولكن هو ده طبعاً بالإضافة لدينا مشرف احنا طبعاً دينا مشرف في الدوري الألماني واحد أفضل لعبات على مدار التاريخ كل دول طبعاً من ولاد النادي الاهلي بنات النادي الاهلي طبعاً ومحترفات برا فيه أحسن الدوريهات إن شاء الله في الفقرة الحوارية طبعاً ومعرفين يكون معنا مريم الهضيبي وهنتكلم معاه في كل شيء عن احترفها في الدوري الإماراتي